الباحث عن الحقيقة سلمان الفارسي رضي الله عنه انتشر الانحلال الديني وتغى الظلم حتى عند مدعي الديانات أنفسهم وتقوقع النور في بقاع من الأرض في بقايا بعض الأفراد وفي هذه الأجواء نشأ سلمان الفارسي رضي الله عنه مثالا للروح التواقة للحق والتي تلتمس أسباب الهداية وتسعى إليها نشأ سلمان في بلاد فارس وتشبع بالمجوسية حتى أنه كان قاطن النار التي يوقدها ولا يتركها تخبو ثم اطلع على النصرانية واعتنقها وتنقل بين كنفات النور المتبقي في أنحاء الأرض فارتحل إلى الشام ولازم أسقف كنيسة فيها ثم دله على آخر في الموصل فلازمه حتى حضرته الوفاء فأمره أن يلحق برجل في عمورية فرحل إليه ولازمه حتى أتته الوفاء فبشره بأنه قد أظله زمان نبي يبعث بدين إبراهيم الحنيف وأسر إليه بدلاء لصدقه التحق سلمان رضي الله عنه بركب سائر إلى جزيرة العرب لكنه غدر وبيع إلى يهودي في يثرب ولما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة أرد أن يستوثق منه يقول سلمان رضي الله عنه فلما أمسيت وكان عندي شيء من طعام فحملته وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء فقلت له بلغني أنك رجل صالح وأن معك أصحابا لك غرباء وقد كان عندي شيء للصدقة فرأيتكم أحق من بهذه البلاد فهاكها فكل منه فأمسك وقال لأصحابه كلوا فقلت في نفسي هذه واحدة ثم رجعت وتحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجمعت شيئا ثم جئت به فقلت هذا هدية فأكل هو وأصحابه فقلت هذه خلتان ثم جئته وهو يتبع جنازة وهو في أصحابه فاستدرت لأنظر إلى الخاتم فلما رآني استدبرته عرف أني أستثبت شيئا وصف لي فوضع رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه كما وصف صاحبي فأكببت عليه أقبله وأبكي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر